الكليكالبايو كيمستري اضم عدة سبجكت منها كاربوهدرات ميتابوليزم لبيد ميتابوليزم انزيمز ليفر فنكشن رينال فنكشن هورمونز هايبوثيلميك بتوتري ايدرينال ريبروكتف سيستم بريفنس آمن فرتاليتي يومار ماركرز احنا رح نبدي هسه بالهورمونز هايبوثيلميك انت بتوتري الكله نحن نعرفه هو الهورمون هو عبارة عن سبستانس سكريتد باي اندوكراين غلاند ذات ترانسبورتت ان ذا بلات دير باي ريجوليتينج فنكشن اوف اندر تيشو بالبداية نعرف ان هايبوثيلميك هي بالبراين موجودة جوها البتيوتري رح تطيعاز تفرز الريليزنج هورمون تطيعاز البتيوتري تفرز تروفيك هورمون تروفيك هورمون يطيعاز تاريكت غلاند حتى تفرز الهورمون ويأثرنا على البدي تيشو الهورمونات التفترير Resources انزيمات تختلف عن انزيمات تتقل عن طريق البلد وتروح للريسابتر بينما انزيمات تصنع داخلي بداخل الخلية ولا تنتقل عن طريق الدم الهورمونات الهورمونات نوعين البيبتايت هرمون والستيرويد هرمون البيبتايت هرمون هي بريكار سرماتة أمان أسد وبروتين والستيرويد هرمون هي بريكار سرماتة كوليسترول كل الأدرينال أو استيرويد هرمون هي الكورتزول والدستيرول والأندروجين بينما كل الهيبوثلاميك والبيتيتري هي بيبتايت هرمون السيكريشن أوف هرمون إن بلسطايل فاشن أغلب الهرمونات تنفرز بشكل بلسطايل نباضي فاشن ليش؟ لأن تغير شكلها بصعود أو نزول على شكل كرف بسبب حتى لا يصير ملل أو ظاهرة الـ بينما هرمون الثيروكسين يكون بشكل لينيار لأنه يحافظ على مستوى حرارة الجسم وثبوت مستوى حرارة الجسم لازم تكون ثابتة تكون طريقة لينيار ومو بلس تايل الأندوكرايني قلاند مرة تفرز إفراز high مرة low حسب الحالة المرضية والحالة التسلجية الأبنورماليتيز بالتاركت قلاند إذا صارت بالتاركت قلاند أو سكندري إذا صارت بالبيتيوتري والحيبوثيلميك قلاند هرمون سكرتين قلاند من ميه مريضا من مرحل الحارسان مريضا من مريضا طريق ومريضا طريق تقريبوثيلميك 24-حرارة وكما تكون بالحالات المرضية بالهرمون suppression test عادتين يستخدم mainly for differential diagnosis of excessive hormone secretion إذا عدنا excessive hormone secretion مثل الأكراميقالي عدنا excessive growth hormone secretion نستخدم substance or analog لهذه السبستانس normally suppress طبيعيا نتثبت أفرازات هذا الهرمون بالnegative feedback نطيها ونشوف الرسبونس إذا صار استجابة للرسبونس يعني abnormality ماكو يعني شخص normal إذا صارت عدم استجابة أو failure للرسبونس معناتها أكو حالة مرضية ولازم شخص failure to suppress imply the secretion is not under normal feedback يعني مو تحت تأثير الفيدباك حالة مطبيعية حالة مرضية autonomous secretion مثلا الأكراميقالي autonomous secretion of growth hormone from the pituitary gland الجايكانتزم كذلك الكوشنكساندروم كذلك الأديسوم كذلك الاستاميوليشن تيست abnormality excluded ماكو abnormality الحيباثلامي similar peptide hormone اللي يصنعون بال hybothalamus طبعا وترانسبورتد ينقلون وي carrier protein اسمه neurofacin وينحفظون بال posterior pituitary ويصر لهم release بال blood stream under hybothalamic control neurofacin neurofacin هو inactive clear بالبلازمة بس مجرد ناقل ينقل الأكسيتوسين والانتداريتك هرمون بالبلد وظيفة الانتداريتك هرمون والأكسيتوسين الانتداريتك هرمون هو والإضافة إلى uterine contraction for induction لابور هنا هذا الفقر يوضح ال posterior loop وال anterior loop ال posterior loop طبعا هو اللون الأصفر والانتداريتك هرمون هو اللون الأخضر عفوا ال anterior هو الأخضر الأصفر والبوستيرير هو الأخضر ورح يفرز الانتداريت ك هرمون والأكسيتوسين ويوضح نيورو سيكريتري سير شوان نصنع الهرمون وتنقلها عن طريق البلد وشوان يجي على البتيوتري جلاند وعلى اللوبس وبعدين يروح للتاريت جلاند الانتداريير هرمون الانتداريير بتيوتري هرمون الTSH والACTH والFSH والLH والغروث هرمون GH والبرولاكتين والإندورفين هاي كلها تأثيرها كل واحد يأثر على التاريت جلاند مال مثلا الTSH يأثر على الثيرود يطينه الثيروكسين الACTH يأثر على الأدرنال يطينه الكورتزول الFSH والأدرنال يأثر على غوناد اللي هي التستس والأوفر يطينه تستستيرون بروتستيرون استروجين والغروث هرمون يأثرنا على الليفر والبرولاكتين يأثر على المامل ماماري جلاند بالماملز ويأثر على الميالك الانتدارييرتك هرمون والأكسيتوسين هذا اللي حتشينا عنه والرو المالته الcells of anterior بتوتري تقسم حسب الستaining reaction الأسيدوفيال بيزوفيال كروموفبس الأسيدوفيال ستول لاكتروف والسوماتاتروف لاكتروف تفريزين الكورتيكتروف اللي هي تصنع البوليببتايد اللي برو أوبيو ميلانا كورتين اللي هو بريكورسور أوبث ACTH اللي هو أدرينو كورتيكتروف هرمون والبيتا لايبوتروفين هذا السيكريشن ما لاته يكون بررال الACTH stimulate synthesis and secretion of steroid other than aldosterone from the adrenal cortex and maintain adrenal cortex growth بالإضافة إلى هزمي لانوسي simulating activity high concentration of ACTH يطين pigmentation بيتا لابوتروفين inactive يتحول إلى endorphين اللي هو neonotransmitters like opiate like analgesic effect يcontrol the pain gonadotroph secrete gonadotrophin FSH وLH اللي هو يشتغلون على الgonads والثيرotroph تفرزن TSH اللي هو thyrotrophin اللي هو act on thyroid gland this hormone structurally similar glycoprotein يتكون من 2 subunit alpha beta alpha subunit common بالall 3 hormones البeta subunit هي important for receptor recognition and therefore in specific biological activity chromophobes start to be inactive فقط contain secretory cranials chromophobes adenoma often secrete hormones particularly prolactin control of anterior pituitary hormone secretion bineural and feedback inherited drugs the neural stamina most important physiological factor influence secretion of anterior pituitary hormone stress emotional drugs all all hypothenoma to freeze release hormone and pituitary hormone and this is the figure which is how to perform the hormone this is the figure which is the releasing hormone and the trophic hormone and the thyroid and the target gland كلها استاميولايشين مع عدل دوباميني سوى انهيبشين للبرولاكتين حتى يحافظ على مستوى البرولاكتين ما يفرز بصورة كبيرة للنظام فرز بصورة كبيرة راح يصنعنا هنا الفقر يوضح هرمون هرمون A والتروفر هرمون هرمون B والターゲت هرمون هرمون C الذي ينظم بالنغتيب فيدباك ينظم الريليزنغ هرمون والتروفر هرمون إذا صار ال-control بين target gland hormone وال-trophic hormone بالbitutary هذي يسمونه short loop feedback بينما إذا صار بين الbitutary والhypothalamus هم short feedback short loop feedback بس إذا صار بين ال-target والhypothalamus هاي يسمونه long loop feedback ميكانيز هاي صور للحالات الأكروميقالي وهاي dwarfism والshort stature ال-stress induced by insulin by insulin induced hypoglycemia هذي يعتبر test للانterior pitutary hormone راح يحفز بعض ال-stress stimulus secretion of ADH from posterior pitutary ال-feedback control mediated by concentration of circulating target cell hormone rising milk concentration suppress polytrophic hormone حيثينا عنيها inherited rhythm inherited rhythm طبعا hypothalamic polytrophic hormone or pitutary hormone release intermittently either impulsors or irregular sergidian rhythm sergidian rhythm عادة يعتمد على السعال باولوجية مثلا الكورتوزول ينفرز الصبح بكثرة والعصر بقلة وأي خربطة بهذا الرhythm هو يعتبر diagnostic feature لحالة مرضية مثلا الامبيكوشينك سندرام رح يصير disturbance بالsergidian rhythm بدل ما ينفرز الكورتوزول الصبح بكثرة ينفرز بالليل بكثرة ورح يصير خربطة وبالتالي رح تتأذى المذيذة بعض الدرج stamyloid or block action of neurotransmitter مثل dopamine serotonin and stacholine فرح تأثر سلبا على إفرازات الhypothalamic وبالتالي البتيوتري مثل example neuroleptic drug chlorobramazine halabridol interaction with dopamine والdopamine هو control الhypitary control للبرولاكتين أي خربطة بهذا الدوبامين رح يزيد أو ينقص البرولاكتين وبعض الأدوية مثل bromocryptine هي الشيخ لها شغل مثل الدوبامين رح تثبت عمل البرولاكتين فلذلك رح يطونها بالحالات الأكروميقاليس وحالات growth hormone excess السيكريشن بعض الأحيان يصبح excessif or deficient الأكسسف هاي بالجدول مثلا أكروميقالي والجاكان نتزم نتيجة growth hormone excess of secretion الأمينورية والإنفرطة القالكتورية السبب هالبرولاكتين excess الـ ACTH السبب يسبب بنا كوشنك الثيرويد الساميليويت هرمون يسبب بنا hyperthyroid وليتنازي هرمون فلوكال الساميليويت هرمون يسبب بنا precocious puberty الدفيشنسي مالتهم الـ growth هرمون سبب بنا short stature الـ البرولاكتين يسبب lactation failure والـ ACTH يسبب secondary adrenal hypofunction or Addison disease والـ TSH يسبب secondary hypothyroidism وال euthanizing hormonal follicles stimulating hormonal secondary hypogonadism and infertility growth hormone secretion from anterior pituitary gland mainly controlled by hypothalamic growth hormone releasing hormone GHRH after synthesis by hypothalamus transported via hypothalamic portal system to somatotroph of anterior pituitary secretion of GHRH بالتالي GH هو pulsatile صير 7-8 مرات باليوم associated with growth hormone secretion growth hormone inactive يتحول إلى بالليفر إلى active form active form like growth factor IGF 1 IGF 1 هو control بالنقد feedback للgrowth hormone growth hormone يزداد بحالة النوم العميق onset of deep sleep hypoglycemia بحالة الجوع يتحفز وكذلك بال exercise severe exercise يتحفز بينما يقل بال weakness بال يقض يقل بال hyperglycemia بالأكل الثقيل بال rest يقل للgrowth hormone secretion growth hormone release is inhibited in negative feedback pathway by another hypothelamic hormone بالhypothelamic أكو هرمون اسم somatostatin هذا ينظم release أو inhibit للgrowth hormone release إذا زاد يثبط السمatostatin مو فقط موجود بالhypothelamus وإنما بالbrain بالgastro intestinal tract بالcreatic islet راح يثبط secretion of many GIT hormone insulin like growth factor act by feedback to inhibit growth hormone releasing hormone يشتغل على growth hormone بالbitutor يشتغل على growth hormone release hormone بالhypothelamus هذا normal regulation of growth hormone secretion بالoncent deep sleep الhypoglycemia amino acid exercise stress ها كلها تحفز growth hormone releasing hormone وتحفز growth hormone هذا negative feedback insulin like growth factor راح يشتغل على البiteutary وراح يشتغل على hypothelamus الaction of growth hormone أو insulin like growth factor هو poly peptide that synthesize in many tissue whereas act locally plasma concentration of these correlate with growth hormone secretion carbohydrate metabolism carbohydrate metabolism effect by growth hormone the growth hormone antagonized action of insulin growth hormone ما راح يخلي glukose يدخل للخلية اللي يسببها الinsulin وراح يدخل لنا glukose بالخلية الgrowth hormone راح يعاكس عمل insulin ورح يخلي glukose برة ورح يسوي نه hyper glycemia فرح يسوي glukose intolerance fat metabolism growth hormone يحلل الخلايا الدهنية يضطي free fatty acid هاي free fatty acid راح تمنع دخول glukose الى الخلية بواسطة الinsulin فرح يبقى glukose خارج الخلية ورح يسبب لنا hyper glycemia بعد growth hormone يحفز glukone genesis بناء glukose الجديد من amino acid من lactate من glycerol ورح يزيد مستوى glukose بالدم بعد growth hormone يحفز على عملية بناء البروتين protein synthesis بمساعدة الinsulin راح يدخل الامino acid الى الخلية بكثرة حتى تبني الخلية وتنمو the production of insulin like growth factor influence by other factor اللي هو nutritional status بحالات السوء التغذية راح يقل الinsulin like growth factor اذا قل الinsulin like growth factor بالnegative feedback راح يزيد the growth hormone growth hormone excess قدنا حالتين يصير بها gigantism والأكروميقال الجايكانتزم يصير بالاطفال والأكروميقال يصير بالمدلط الجايكانتزم والأكروميقال يتعتمد على انسداد الصفيحة العظمية قلنا الصفيحة العظمية اكو صفيحة منطقة مستطيلة بالعظم قبل رأس العظم هاي تتأثر بالgrowth hormone اذا انسدت هاي تنسد وراء عمر 21 يعني قبل ال21 يكون مفتوحة رح يأثر عليها growth hormone ويسوي جايكانتزم وراء ال21 رح تنسد growth hormone ما رح يأثر على البون رح يأثر على أعضاء أخرى مثلا رح يزيد المعاني يخشن المعاني مثلا الخشم يكبر الجاو الفك الهاند الاطراف هاي كلها تكبر رح تأثير growth hormone يروح على العظام القصيرة مون العظام الطويلة بينما جايكانتزم العظام الطويلة رح تكبر رح يسير بيها هشاشة قلة density مالتها رح يموت المريض بسبب heart failure يضخم القلب مالته وما رح يقدر يعيش فترة طويلة معظم الpatient with growth hormone excess half azitophil adenoma adenoma بالخلايا الانترى البيتوتوليل وهاي تكون secondary to excessive hypothalamic stimulation عادة ما تكون او نادرا ما يكون malignant tumor هي release or growth hormone releasing hormone الاكرامي قالي المنفستيشن مالته هو multiple endocrine neoblaysia السرطانات المتعددة الهرمونية وعادة اللي قلنا يعتمد على the closer of epifacial plate هاي هنا شارحها لكم الارتفاع ما المريض بتجاق هندزم يوصل ال 2 متر وقلنا heart failure راح يصير عدة وبالتالي يموت من مرض القلب او التيومر الclinical mafist station زيادة بال bone وال soft tissue مثلا enlargement الهاند التونج الجاو والهارت بعد facial appearance تتغير الملامح مالته thyroid gland enlargement excessive hair growth menstrual disturbances بال female and bear glucose tolerance جلنا هو يؤثر على carbohydrates فرح يسوي diabetes بالحالات وهي حالات يصد بها diabetes وهذه العراض الهايبر phosfetemia hyper calisemia hyper triglyceridemia هاي كلها هاي كلها بتعتبر symptoms بالحالات growth hormone excess وحالات اللي إذا تيومر micro adenoma بالpituitary tumor رح تضغط على العصب البصري وتأثن على النظر وإذا صار destruction بالقلاند كل الهرمون رح تتأثر الديagnosis مالته growth hormone is excess suggested by clinical presentation biochemical test and radiological finding الـ MRI تكون more sensitive than CT scan بالـ MRI يشخص الpituitary tumor أفضل من CT scan random growth hormone ما يفيد لأنه growth hormone episodic secretion كل ساعة يعني يتغير 7 مرات 8 مرات باليوم وكذلك short health life فأفضل طريقة أو comfort للديagnosis هي بالblasma growth hormone secretion not suppressed by rising in plasma glucose concentration بالglucose suppression test هو الأفضل طريقة نطي glucose 75 غرام 300 مال ماي ونشرب المريض ونقيس للgrowth hormone والglucose ورا نص ساعة ورا ساعة ورا ساعة ورا ساعتين أربع سحبات إذا growth hormone secretion أقال معناتها الحالة فيزيولوجية وضمن negative feedback ونزل حالة مو مرضية مو abnormality بينما إذا بغم علق growth hormone وما ينزل ورا كل سحبة معناتها إنه أكروميقالي والhigh secretion هو autonomous secretion ما مسيطر عليه لازم أكو فادي tumor جاي تفرز النور طبعا الـ level ما تلحد واحد ملغرام ينزل ورا ما نط glucose إذا أطينا glucose إذا ما نزل معناتها autonomous secretion معناتها أكروميقالي وهذا glucose separation test شارح الكومش ونطينا التريثمن طبعا ما للبيتيوتر tumor أو الأكروميقالي remove adenoma acidophil adenoma ونطي medical therapy اللي هو bromocriptine ونطي octereotide أو somatostatin hormone الانالوج مالتة حتى يثبط إنه growth hormone secretion والراديو ثرابي العلاج آخر شي بال radiation بال gamma knife نستخدمها لعلاج التخفيف التخفيف growth hormone deficiency بالأدلط عادة growth hormonal يسبب بنا clinical symptoms as tiredness dyslipidemia زيادة بالcardio vascular disease والgrowth hormone يسبب بنا short stature growth retardation وبعض الأسباب ذاكرها لكم التابل بعد السلايد هذا يشوف هنا أسباب short stature hormonal وال dna cryotyping أو familial أو physiological الdiagnosis نفس الشي نستبعد كل الأسباب يعني الفسلجية والهرمونية والوراثية وبعدين آخر شي نسوي insulin induced hypoglycemia stress إذا الطان زيادة بالgrowth hormone معناتها normal feedback وإذا ما طال زيادة يعني ما زاد الgrowth hormone معناتها الحالة short stature growth hormone deficiency هاي كلها رح أحققكم أنا بالdiagnosis بالمنطق روها تفهم هونها يعني كلش واضحة هذا الفيجر هو logarithmic diagnosis of short stature شلون بادي إنه short stature إذا confirmed لازم يكون dysmorphic feature or syndrome إذا إذا صحيح dysmorphic feature معناتها Turner syndrome هذا Turner syndrome هو يعني خطأ DNA بالكروموسومات وإذا لا فالروح على chronic disease أو social deprivation present يعني يعني another cause إذا yes وإذا لا نسوي body proportion نسبة الغروث والrate of growth وسرعة النمو ونسوي growth velocity skeletal disorder إذا عد chondroblasia ونشوف normal growth velocity والlow growth velocity إذا low growth velocity احتمال عد hyper thyroid present with a normal low breath weight baby نشوف الوزن مالته إذا مو وزنه مطبيعي معنات familiar short stature ونرجع للثيرويد إذا ما عنده thyroid نشوف mal absorption nutritional state إذا ما عنده هذا شي نروح على growth hormone deficiency إذا ما عنده growth hormone deficiency نشوف الاسباب الأخرى النادرة high causes of short growth retardation with short stature familial under nutritional emotional deprivation endocrine disorder chromosomal abnormalities skeletal disorder هنا الأخرى disorder of posterior pituitary hormone secretion عادة تكون rare نادر أن ما يصير deficiency بالADH واللي يطين ال diabetic encebidus اللي هو عادة present with polyurea وبعد syndrome inappropriate antidiotic hormone اللي هو hyponatremidio 2 water excess occur الhypo pituitarism another disorder of pituitary gland الhypo pituitarism يعني هو deficiency بالpituitary hormone وهذا deficiency يصير لما يصير 70% من القلان destroyed يلا تظهر العرض وأكو مصطلح اسمه ban hypo pituitarism هذا يضم كل الهرمونات اللي بالpituitary رح يصير بها deficiency والpartial hypopituitarism جزئي مو كل الهرمونات هذا البان hypopituitarism نكتفي بس فقط بالتعريف مالته إنه حالة rare الconsequences of pituitary hormone deficiency إذا صار لدينا بالpituitary gland رح يصير deficiency بالgonadotrophin والgrowth hormone والACTH والTSH وكل الهرمونات ورح تطين يعني طبعا إذا صار deficiency بالgrowth hormone رح يصير retardation short stature إذا صار لدينا بالgonadotrophin رح يصير hypogonadism رح يصير gonadotrophin deficiency رح يتقل الصفات الجنسية رح يصير infertility رح يصير atrophy of secondary sexual characteristic with loss of axillary and public care and impotence loss impido puberty delay in children وكذلك النقصان بالACTH رح يصير عندنا Addison disease وبعض العراض مع Addison disease والكورتزول والhypothyroidism نقصان بالTSH والبرولاكتين deficiency وكل deficiencies البتيوتري tumor تعتمد على size ونوع الخلية بالبرين size 10 mm أقل مايكرو ادينوما وإذا أكثر من 10 مليمتر مايكرو ادينوما أنواع الخلية يحصل بها أسيدوفيل بيزوفيل روموفوب الاكسس برولاكتين رح يسبب بالنا زيادة infertility أمينوريا وقالكتوريا اكسس كرو ثرمون رح يسبب أكرومي بيتيوتري تيومور رح ناخذ كل الهرمونات نقيس هن كل هن رح نلقاه بالهايبوبتيوتاريزم نقص وبالبيتيوتري تيومور هايم علقة هذا الانسولين تورانس تيست شارح لكم وإلم ما نضطي بحالات 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 اللي يعدهم بلازما كورتزول أقل من 100 نانو مول وهذا التريتمينت أو هايبوبتيوتاريزم كله عبارة عن سيرجيكل ريموف أو ريبليسمينت هرمون ثرابي شكرا جزيلا وإلى اللقاء